الاب والابن ورحمة كدس الهان واحد امين تحلع لنا نعمته وبركته من الان وان الابد امين احب اهنائكم يا اخوتي واحبائي يعني قرب نهاية العام القبطي عام الشهداء وبداية العام الجديد ان شاء الله عيد النروز يبقى يوم حداشر سبتمبر النهاردة تلاتة سبتمبر فخلاص زي ما انتم عارفين السنة الابطية في اخر في قرب اخرها واحنا في الشهر اللي هو الاثناشر انتم عارفين السنة الابطية بتبقى فيها اه التلاتاشر شهر اتناشر شهر في تلاتين يوم اه اخر واحد فيهم هو شهر مصر اللي احنا فيه النهاردة يوم تمانية وعشرين والشهر الاخير اللي هو شهر النسق وده بيبقى خمس او ست ايام حسب السنة كبيسة ولا مش كبيسة. وبنتنتهي العام القبطي في عشرة سبتمبر ويبتدي العام الجديدي يوم حداشر سبتمبر. آآ السنة الجديدة تبتدي ان شاء الله تبقى الف وسبعمية تمانية وتلاتين للشهداء. زي ما انتم عارفين العام الاستشهاد ابتدى او او التقويم القبطي ابتدى من سنة متين اربعة وتمانين مع بداية ديقليديانوس مع بداية الملك بتاع ديقليديانوس وهو جحد المسيح وابتدى يطارد المسيحين في كل المملكة بتاعته. ابتدى يقبض عليهم ويعزبهم وابتدى كمان يقتلهم ومش بس كده كمان يحرق الكتب المقدسة والمخطوطات وكمان يهدم الكنيس. وتنها مستمر بالطريقة دية آآ لحد لما انتهى العهد بتاعه آآ سنة تلتمية آآ وحداشر. آآ زي ما انتم عارفين ان آآ ان التقويم الابطي يرجع لسنة متين اربعة وتمانين والسنة الابطية بتتكون من اربع آآ تشهر ثلاث فصول كل شهر اربعة تشهر. مش زي الفصول العادية بتاعتنا آآ شتا وخريف وربيع وآآ وصيف كل كل فصل آآ آآ ثلاث شهور لأ. السنة الابطية ثلاث فصول بس وكل فصل عبارة عن اربع شهور. ليه الكلام ده? لان السنة الابطية او التقويم الابطي يرجع الى مقبل ديخليديانوس. يعني كان فيه تقويم موجود زمان جدا جدا في مصر وكان ماشي عليه نظام الزراعة. ونظام الزراعة هو موسم ميات الانهار. وده بيبقى في الفترة بتاعت اربع شهور فيها النيل ويحصل فيه الفيضان. والمطرة بتيجي جديدة جدا وتتجمع وتنزل والنيل يتملي جدا فيغمر الاراضي. ولما يغمر الاراضي يبتدوا الناس يحطوا البزور. والفصل اللي بعد كده هو فصل الزراعة. وده اربع شهور برضو. وبعد كده الفصل اللي بعد كده هو فصل الحصاد او موسم الحصاد. فهم تلت فصول بس كل فصل من اربع شهور. زي ما انتم عارفين السنة الجديدة بتحمل في داخلها المعنى بتاع جدة الحياة. وجدة الحياة هي الفكر بتاع الشهداء ابانا الشهداء. يعني لو كل واحد فيهم اه تصورنا حياة اي قديس منهم او شهيد منهم. هنلاقي ان هو كان انسان طبيعي زينا. واحد عادي جدا زينا. وبعدين ابتدى يتحط في ظروف ان هو الناس تامسكوا وتقولوا تعله انكر المسيح بتاعك. انكر الايمان بتاعك. لكن هذا الشخص سواء كان ماري جرجس او ماري مورقوس او فيلوباتير مارقوريوس او ماري مينا او القديسة ديميانا. اعداد مهولة من الشهداء في كنستنا الابطية. كل واحد منهم فضل ان هو يتعذب وفضل ان هو ممكن يفقت حياته علشان ايه هل هو كان في فضلة كان في يعني كده حالة طياشة او حالة نشوة الشجاعة جات له وخلته يتخور ويعمل حاجة غريبة جدا ولا هو فعلا كان بيفكر في حاجة وعنيه كانت مركزة على حاجة تانية هو كان عينه مركزة على الحياة الجديدة عينه مركزة على الابدي عينه مركزة على ان هو يخلص هنا ويروح علشان يعيش مع المسيح فهذا الانسان اللي قرر ان هو يشهد بايمانه رغم ان هو عارف ان شهادته ديت هتسبب مشاكل هتسبب مشاكل وهتعمل هتعكر لجوه وصفاء الموقف لو كان هذا الانسان مثلا قائد جندي كبير او والي لمدينة او انسان الامبراطورية بتعتمد عليه وبتحبه جدا وبتديله سلطات لما فجأة يتدور ويقول انا مسيحي ده هيعكر الجو هيخلي الامبراطور يقول له لا تعالى انت ما ينفعش تبقى والي لا انت ما ينفعش تبقى جندي انت ما ينفعش تبقى انسان موثوق فيه لكن على العكس انا هحطك في السجن وده اللي عمله ابقنا الشهداء انه كانوا يروحوا يسلموا السلاح بتاعهم ويسلموا ملابس الجندية بتاعتهم ويقولوا احنا عارفين عاقب القرار بتاعنا واحنا على اتم استعداد ان احنا نضحي بكل هذه الامكانيات علشان ايه علشان احنا عايزين نروح ونمطلق ونبقى مع المسيح قصص كتيرة جدا بتحضرني ولكن قبل ما نبتدي نخش في القصص احب اشارك معكم جزء من انجيل معلمنا ماري لؤة اسحاح واحد وعشرين وده كان انجيل القدس اول انبارح كان يقول كده لؤة واحد وعشرين اسحاح واحد وعشرين اية اتناشر لتسعتاشر وقبل هذا كله يلقون ايديهم عليكم ويتردونكم ويسلمونكم الى مجامع وسجون وتساقون امام ملوك وولاه لاجل اسم في اول ذلك لكم شهادة فضعوا في قلوبكم ان لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا لاني انا اعطيكم فمن وحكم لا يقدر جميع موانديكم ان يقوموها او ينقدوه وسوف تسلموا من الوالدين والاخوة والاقرباء والاصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي ولكن شعروا من رؤوسكم لا تهلك بصبركم اقتنوا انفسكم هو ده الكلام بتاع السيد المسيح اللي قالوا للتلاميث بتوعه ونفس الرسالة بتقال لنا في كل مرة بان نبتدي نفكر في الاستشهادة خلي بالكم احنا كاقباط مسيحيين قدمنا شهداء اكتر من العالم كله في واحد مؤرخ فرانسي اسمه فيليب تشاف فيليب تشاف ده قال انه لو وضعت كل شهداء المسيحية في العالم كله في كفة وشهداء الاقباط المسيحيين في كفة لرجحت كفة اقباط المسيحيين فيبقى اذا احنا عندنا عدد كبير جدا يقال ان العدد اللي مسجل رسميا من الشهداء هو 840 الف شهيد وخلي بالكم الرقم ده غير منتهي ليه لان دي القصص اللي كانوا بيسجلوا الاحداث بتاعت المحاكمة بتاعتهم يعني مثلا واحد زي مارجيرجس يتقبض عليه او هو يروح يسلم نفسه ويقول انا مسيحي وبعدين يبتدوا يحكموه وعشان يحكموه يبتدوا يجيبوا ناس يكتبوا المنتز بتاعت المحاكمة دي هما قالوله ايه وهو قالهم ايه وهم قالوله ايه وهم قالوله ايه وكمان في الاخر قدوا ان هو وسلا يجلد فتتكتب الحاجات دي وبعدين بعد كده قرروا ان هو يترمي في الجير الحي وبعد كده قرروا ان هما يشربوا سم وبعد كده قرروا ان هما بعد سبع سنين مليانة بالعذبات قرروا ان هما ايه تكتب قضيته اللي هو بقى حكم الاعدام تكتب قضيته وبعد كده يقطع رأسه يبقى معنا كده ان دي هات القصص المسجلة رسميا هما تنمية واربعين الف مسيحي قبطي في مصر وخلي بالكم ان اثناء ما القصة دي كان بتحصل كتير قوي كان الناس من اللي وقفين يتفرجوا كانوا يطلعوا يقولوا احنا كمان مسيحيين احنا كمان نؤمن بإله جيرجس نؤمن بإله ماريمينة نؤمن بإله فلوباتير ماركوريوس نؤمن بإله الامير تادرس وتبص تلاقي عدد كبير جدا استشهده على هامش القصة دي يعني مش بس القصة بتاعة الشهيد نفسه لا ده كمان اللي استشهده على هامش القصة دي فعشان كده كلام السيد المسيح ما قال لتلاميذه وقال لكل أولاده المسيحيين قال لهم كده يلقون أيديهم عليكم ويتردونكم ويسلمونكم إلى مجامع يعني في محاكمات وفي سجون وتساقه من أجل الملوك لأجل اسمه وهي دي فرصة الشهادة ويعني ايه كلمة شهادة مرتيرية يعني ايه شهادة يعني الواحد بيفصح عن الإيمان بتاعه وبيعترف به أمام الايه الولاه أو أمام الناس فعشان كده إما الإنسان بيعترف بالإيمان بتاعه ولا ينكر ولا يغطي ولا يعني ينكسف إنه هو يقول هو إيمانه ايه بالضبط هو ده الوقت بتاعك فإنك بتكون بتشهد للمسيح قدام الناس خلي بالك أنت بتشهد بإيمانك مش بسي بأنك أنت تقول أنا مسيح لا أنت بتشهد بإيمانك كمان بأفعالك يعني الأفعال بتاعتك لما يقول كده يروا الناس أعمالكم الصالحة فهمت جدوا أباكم اللذي في السماوات أنت كل الأفعال بتاعتك إنسان عايش حياة حسب وصية المسيح وبيشهد قدام الناس كلها إنه هو لا بيقتل ولا بيسرق ولا بيزني ولا بيكسر وصية ربنا يبقى إذن هذا الإنسان هو بيشهد لكل الناس إنه هو ابن للمسيح وبينتمي للمسيح يقول كده السيد المسيح ضعفوا قلوبكم لا تهتموا من قبل كي تحتجوا أو كلامي يعني ما تقولش تقوله طب هنقول إيه لو مسكونة لأنه اللي بيحصل إنه لو أي واحد فينا لو أي واحد فينا تحط في ظرف إنه واحد يقبله ويقوله تعالى هقتلك ولا تنكر المسيح بتاعك إحنا بقوتنا البشرية ممكن إنسان يقول آه طب أنا هقوضع هيبقى شكله إيه ممكن تخاف لكن اللي بيحصل إنه إنه وعد المسيح هنا يقول لإني أنا أعطيكم فمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقوموها أو يناقضوها هو ده اللي كان بيحصل إن كل إنسان مسيحي كان مقبوض عليه واقف قدام الوالي بيتحاكم كان ربنا بتديله حكمة وقوة في الكلام محدش يقدر ييه يغلبه في الكلام يبقى إذن ما تعتلش هم اللحظة دي لأن اللحظة دي بتيجي بالإيه بالقوة بتاعتها اللي جاية من عند ربنا يبقى إذن إحنا عندنا حاجة هنا مهمة جدا إن كل شهيد كانت عينيه مركزة على الأبدية كل شهيد ما كانش بيفكر في العزب أو في الضيقات البسيطة اللي هو هيشوفه زي بالضبط ما قول السرسول يقول خفة ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا ثقل مجد أبدي يبقى خفة ضيقاتنا الوقتية هتقول ده بيضربوه ده بيقطعوه ده بيحطوه في جير حي ده بيشربوه سم مميت ده بيحطوه على السرير حديد ويولعو نار تحته ده بيحطوه في همبازين كأنه بيتفرم يبقى إذن إزاي الإنسان هيعدي من الحاجات دي يقول عليه خفة ضيقاتنا الوقتية كل ده المسيح بيدي قوة وبيدي معونه وبيدي في ذلك الوقت احتمال لا لا تتخيله فعشان كده أباءنا الشهداء كانت تبقى عنيهم مركزة جدا على الأبدي كل واحد فينا يسأل نفسه أنا عني مركزة على إيه هل أنا عني مركزة على الأبدي ولا أنا عني مركزة على شهوات العالم مركزة على كل اللي في إيدي النهاردة كل اللي أنا بدور في حياتي يوم بيوسلم ليوم وإسبوع بيسلم لإسبوع وشهر وسنة وإيام بتجري وعمالين نكبر هل لما بنكبر فعلا حياتنا الروحية بتخش في العمق أكتر ولا إحنا سي ما إحنا بنكرر يوم فاشل متكرر ياريت كل واحد فينا يفكر في نفسه يفكر في التوبة يفكر في الظروف اللي إحنا عايشين فيها واللوكداون اللي إحنا فيه ده وإزاي أنا أقدر أقرب من المسيح في اللوكداون إزاي أنا أقدر أقرب وأحط عناي على الأبدي ده ممكن الإنسان في اللوكداون ده يبقى عنده حاجات كتيرة جدا بيقعد يفكر فيه يبقى مجهول بحاجات كتيرة جدا وفي نفس الوقت مش بيفكر في المسيح ياريت كل واحد فينا يحط قدامه أبعنا الشهداء دول والحياة الأبدية اللي هم حطوها قدامهم وخليهم يفكروا في جدة الحياة الحياة الجديدة اللي هي معنى كلمة نيروز إحنا بنقول نيروز يعني إيه دي كلمة فارسية نوروز يعني حياة جديدة حياة جديدة بتيجي الإنسان اللي بيعدي من وضع الاستشهاد ده بيوصل لحياة جديدة لا تقارن بالإيه بالحاجات اللي إحنا بنشوفها هنا على الأرض الحاجة الأساسية كمان في الاستشهاد إن العصر بتاع الاستشهاد بتاع دي خليديانوس تنه شغال مدة طويلة جدا من 284 لحد يمكن 311 لحد ما 311 انتهى الملك دي خليديانوس وجه بعديل ملك قسطنطين وأطلق حرية العبادة طلع حاجة اسمها منشور ميلان ومنشور ميلان ده كان سنة 312 ومنشور ميلان ده أعطى الحرية لكل إنسان يصلي بالطريقة اللي تعجب يعني الدين لله والوطن للجميع زي ما بيقول فكل واحد بقى من حر إنه هو يعبد الاله اللي عايز يعبده سواء يعبد السيد المسيح أو يعبد أليهة الأمة الرومانية أو اليهودية أو أي حاجة تعجبه فده كان سنة 312 فين بقى لحد يمكن سنة 380 لما أعلنت المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة الرومانية يبقى إذن فيه فاصل زمن كبير يمكن 68 سنة ما بين حرية العبادة اللي هو منشور ميلان 312 لحد لما المسيحية بقت الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية خلي بالكم في قصص كتير جدا 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 لأبانا الشهداء والاستشهاد كان بيبقى جواهم شهوة كان بيبقى جواهم حاجة هم بيتمنوها واحد من الشهداء وهو رايح يستشهد عشان يقطعوا راسه كان لابس أزهام عنده أجمل لبس عنده وبيسألوه بيقولوله أنت إيه اللي أنت بتعمله ده قال لهم هذا هو يوم عرسي هذا هو يوم عرسي يبقى ما كانوش ولا ولا أي حاجة ده دول كانوا فرحانين جدا وكانوا عارفين بالزبط هما بيعملوا إيه عشان كده بنقرأ قصص كتيرة جدا السنكسر بتاع أول مبارح كان في قصتين حجمين قوي عجبوني القديس مويسيس وأخته القديسة سر ولدهم والدتهم ماتوا فاتبقى مويسيس وسر وبعدين مويسيس قال لا أنا عايز أروح عيش في البرية عشان أنا عملت خطايا كتيرة وعايز أروح أتوب وعايز أبقى أحسن من كده فقال لأخته أنا يعني هديك الفلوس كلها وأنا هروح أترهب في الكبير فقالت لأ وانت تروح تدور على خلاص نفسك وتسيبني أنا هنا في العالم أنا كمان هعمل زيك فقام عمل كده وخدوا فلوسهم هما الاتنين وروحوا ورحوا توزعوها على الفقرة ورحوا ودى أخته لمكان للعزارة وهو رح عاش سنين وبعدين ابتدى تطلع أخبار الاستشهاد فأم والسيس دا قال بعد رسالة لأخته قال لها أنا هنزل أروح الأسكندرية عشان أقابل الوالي عشان أشهد بالإيمان بتاعي وإيه وأخد بركة الشهاد فقالت له أنا كمان زي ما أنا عملت ما رحت الدير زي ما رحت الدير أنا كمان هاجي معاك وأنت بتستشهد وإيه وأخذ نفس الإيه الإكليل وفعلا سابوا الأديورة بتاعتهم هما الاتنين وراحوا على الأسكندرية وهناك اعترفوا بالمسيح قدام الوالي قاعد يعزهم شوية وفي الآخر كتب قضياتهم أن هما يقتلوا لتمسكهم بالديانة المسيحية وفعلا رماهم للسباع ورماهم للسباع دي كانت زي القديس كبريانوس كده لما برضو حطوه والوحوش الضارية دخل وإيه ووكلته اللوحوش الضارية يعني قصة صعبة جدا واللي ناس شباب في عيس شبابهم لكن اختاروا كده هما اللي اختاروا وهم اللي راحوا عشان يشهدوا كان ممكن بمنتهى البساطة كل واحد فيهم يقعد في الدير بتاعه وما يخرجش نديروا ويتنزم هو ولا حد هيقولوا انت عملت ايه لكن بشهوة قلبهم المحبة ان هما يشهدوا بالإمام بتاعهم قدام الولاد عشان الملكوت اللي هما بصين عليه من بعيد راحوا وعملوا كده نفس القصة تكرر في قديسين اتنين تانين برضو واحد واخته القديس اغابيوس واخته تيكلا اللي اتنين دول برضو راحوا واعترفوا بالإمام بتاعهم قدام الوالي وبرضو رماهم للسباع واستشهادوا كان هما الاتنين دول مؤسيس وسارة واخابيوس وتيكلا كانوا يوم اللاربع اللي هو اول امبارح طب ايه الحكاية ناس في عز شبابها وناس في كامل كواها العقلية تروح تسيب كل حاجة وتحط نفسها في هذا المأزق اللي هما عارفين ان هو مأزق فعلا لكن عارفين انه ايه ان هذه الضيقة تنشئ ايه ثقل مجد ابدي زي بالزبط بولس الرسول يقول عزبوا ولم يقبلوا النجاح عزبوا ولم يقبلوا النجاح لو واحد فيهم قال لهم طب انكروا المسيح وانا هفككم وهتروحوا البيت لا هما مش عايزين كده هما لا يقبلوا النجاح هما جايين علشان يعترفوا بالمسيح وزي ما تحصل تحصل لدرجة ان كتير من الولاه في قصص الاستشهاد نسمعها وكتير من المتفرجين اللي واقفين يشوفوا قوة هذا الايمان يعلون ايمانهم لما يلاقوا ان هذا الشخص اللي كان وجيه وكان شخص يعني من 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 اصل طيب يسيب كل حاجة ويقبل العزبات دي كلها وكمان يتحط في ظروف ان هو يتقتل اول ما كان بيحصل الكلام ده كنتبس لاقي ناس من الواقفين يقولوا احنا كمان نؤمن بالاه هؤلاء القدسين لدرجة ان بعض الولاه اللي كانوا بيعزبوهم وكانوا يعودوا يتفننوا في ان هما يخترعوا طرق تعزيب بعد ما بيشوفوا قوة هذا الامان يقولوا ده ايه ده الناس دي بيحط نفسها في الموت ليه كده وفي الاخر هما يؤمنوا بالسيدة المسيح خلي بالكم من الاحتفال بعيد النروز زي ما احنا كلنا عارفين بن بن مصحوب بحاجات كتير مصحوب بالبلح الاحمر ومصحوب بالايه بالجوافة والبلح الاحمر زي ما احنا فاكرين الترتيلة البلح لونها وقلبها ابيض من جوه عشان بتبقى زي قلب الشهداء ابيض بليان بالايمان وكمان النواية اللي جوه بتبقى نواية صلبة جدا زي صلابة وقوة ايمان ابقنا الشهداء التقص بيبقى فرايحي في عيد النروز ومن يوم واحد توت لحد سبعتاشر توت اللي هو عيد الصليب تلك الكنيسة التنيها ماشية في التقص الفرايحي علشان كأن الكنيسة بتقول استشهدوا دول يعني احنا بنحتفل في عيد النروز بعيد الاستشهاد دول احتفلوا او دول استشهدوا عشان كانت يعنيهم على الصليب فعنيهم مركزة في الصليب وعشان كده ما يقيه الكنيسة التنيها ماشية بالتقص الفرايحي ولما يجي عيد الصليب يوم سبعتاشر توت بيبقى التقص بتاعه فرايحي وشعانيني زي ايه زي عيد زي احد الشعانين كده خلي بالكم ان احنا بنبص على المسبح نلاقي تحت المسبح الشهداء مدفونين الشهداء دول ضحوا بنفسهم ضحوا بحياتهم ضحوا بجسدهم ودمهم من اجل المسبوح على المسبح اللي هو المسيح اللي فوق المسبح وفي نفس الوقت المسبح اللي مذبوح على المسبح ده برضو مذبوح من اجلنا ومن اجل الشهداء فلما نبص على المسبح زي ما في صفر الرؤية صح 6 ونلاقي كده ان النفوس اللي استشهدوا لاجل المسيح موجودة تحت المسبح ويصرخ ويقول الى متى يا رب لا تنتقم لنا من من الذين يضيقوننا المسبح ده تحته نفوس الناس اللي بيستشهدوا من اجل المسيح وفوقه المسيح المسبوح من اجلنا زبيحة الافخارستية بيسلم نفسه من اجلنا زي ما هو زبح على الصليب وهكذا احب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به هو ده العلاقة بيننا وبين المسيح عشان نقدر ناخد المسيح لازم نضحي بكل حاجة لازم نشهد لي لازم نسيب مستكل الموضوع محتاج شغل كتير والموضوع تتجلى صعوبته لما بنبص على الناس اللي استشهدوا بنشوف اه انت انت بتحب حاجة والمسيح بيقول لك لا اسبها من اجلي وانا مش قادر اسبها مش قادر اسبها طب اموال الشهداء دول سابوا حياتكم كلها مش بس الحاجة اللي انت متمسك بيها سواء كانت شهوة او كانت حاجة انت بتحبها او خطية محبوبة جوة قلبك وبعدين تلاقي نفسك ماسك فيها وما انت الشهد تسيبها طب اموال ابقى ان الشهداء دول عملوا ايه ابقى ان الشهداء سابوا كل حياتهم وكل ما فيها من اجل ازا محبتهم في الملك المسيح يبقى ازا احنا نبص لهم ونبص لحكمة بتاعتهم دول ما كانوش ناس متهورين لا ده كانوا في منتهى الحكمة دول كانوا ناس بيفكروا في المجد الابدي ودول كانوا ناس حسبينها صح احنا اللي لسه تفكرنا ملاغوش تفكرنا مليان بحاجات ملهاش فايدة فعشان كده يريد كل واحد فينا يعيد تقييمه ويعيد تفكيره ويشوف انا رايح فين يشوف انا بفكر في ايه انا مجغول بايه هل انا مجغول بالحاجات اللي توصلني للابدية ولا انا مجغول بحاجات كلام الله احضرني قول لقدست البابا شنود يقول كده فلتكن انت رب نصيب الوحيد ولا نصيب غيرك خذ كل ما عندي واعطيني ذاتك اعطيني فضل معرفتك لست اريد ان اطلب منك طلبات كثيرة فانا اريدك وحدك اريد ان يفقد كل شيء قيمته في نظري وتبقى انت القيمة الوحيدة التي اهتم به فاحبك انت الاله الساكن في قلبي وليس مجرد الله الذي اقرأ عنه في الكتب يبقى اذا محتاجين نعيد تقييم لكل امور حياتنا ربنا يدينا زي ما ادى للشهداء لان كل عطية صالحة وكل موهبة تامة انما طهبت لنا من فوق من عند الله من عند ابي الامور نطلب منه بلجاجة ونطلب منه هو قادر وهو بيحب اوي ان هو يشبع اولاده ويديهم كل الخيرات الروحية نطلب بس طلبات صح ما نطلب ش غلط ربنا يدينا القوة ولالهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين انا فرحان خالص ان انا كلمتكم النهاردة وفرحان كمان عشان يعني بيبقى فرصة انكم بتشوفوني لكن نفسي انا بقى اللي اشوفكم الاخوة والاحباء والاباء والامهات بتوعنا اللي موجودين في كنيزة ماري مورقوس في كريستون وابونا يوحنة وابونا جيرجس وكل الخدام الحلوين دكتور نبيل وربنا يحافظ عليكم كلكم ويفرحكم وان شاء الله ربنا يفك الازمة اللي احنا فيها ديت ونشوفكم على خير ربنا يكون معاكم وربنا يحافظ عليكم